والملائك حول الله لمرضى المسلمين بندعو لوالدي وولدة الأستاذ إهاب درة والأخت هودا المصري والأخت سوهير المصري أستاذ ياسر الهوار والحاجة خيرات والحاجة سفعد عفر والدكتور سامر يوسف وبنتنا الغالية براءة والأستاذ إهاب الطهري وأمير الطهري وريهام منذور سعيد وأستاذ عبد الباصد عيد والحاجة فوزية السيد عطلة والحاجة سعيد شلضم وأم شعبان جمال العزالي وأم أحمد عليش العزالي وكعب الخير علي رزق وعبد الفتح محمد موسى ونهاد عادل أبو العزم وطفل عبد الله عمر وعلي بكر علي ومدام حسناء والحاجة هدي أحمد وولدة الأستاذ عصام حجاز وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيهم منذب الموتى المسلمين منذب الوالدتي من الحجة سيدة متولي شهين والأستاذ طارئ إسماعيل محمد والأستاذ وحيد عباس محمد الدكتور سيد أحمد غنيم والحجة حمودة والأستاذ رامي عوض الجمال والدة الأستاذ إهاب الطهري والأستاذ طاري إسماعيل محمد والحج وحيد عباس محمد وجماعة موت المسلمين أسأل الله عز وجل أن نرحمهم رحمة وسع اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل كبورهم روضة مرياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران اللهم أسقيهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا وأكمم لنا ولهم لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضلاء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين طبعا عودة مرة أخرى إلى رحلة إلى الدار الآخرة وما زلنا في قصة المسيح الدجال طبعا الموضوع كله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة وهنعمل حقيقة طبعا جايلي رسال كتير جدا جدا ومن ضمنها طلب دعاء والله جماعة عشان بس ضيق الوقت إن شاء الله كلهم كما وعاد بندقلهم في الثلث الأخير من الليل والأسئلة الخاصة بالمسيح الدجال جاي أسئلة كتير جدا وجميلة جدا على فكرة يعني بشكر أصحابها إن شاء الله هنخصص بعد انتهاء حلقات الدجال اللي هي أظن هتنتهي النهاردة يا الحلقة اللي جاي هنعمل حلقة كاملة عن كل الأسئلة التي وردت في شأن المسيح الدجال دي حاجة الحاجة التانية إن شاء الله برضو نشط مرة تانية حملة مقاطعة التبرج محتاجين إن شاء الله إن كل بنات المسلمين يجددوا البيع مع رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ونرجع مرة تانية فعلا خير أمات اللي أخرجت للناس لأن فعلا مقياس التحضر في أي بلد في الكون ده كله بيقاس بمدى الأخلاقيات الموجودة وبمدى التزام النساء بالذات في هذا المجتمع لأن فعلا كما قالوا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي الأم هي اللي بتربي الأم هي اللي بتعلم الأم هي اللي بتنمي الخير في نفوس أولادها والأب الله يكون فعونه في مطحنة الحياة طبعا عليه واجب كبير جدا في التربية لكن العب الأكبر فعلا يقينا على الأم ولو تركت في بيتك زوجة صالحة وأم صالحة فعلا ما تعتلش الهم الأم دي فعلا هتخرج جيل بفضل الله سبحانه وتعالى جيل يتشرف به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمام الأمم جميعا ربنا يبار فيك يا رب العالمين فهنجدد الكلام عن حملة مقاطعة التبرج وأخيها بقى الأستاذ عصام حجازي والأستاذ محمد المرشد دي إن شاء الله ينشطوا معنا في الحملة دي حاجة الأخيرة إني بنقول لقناة الناس ونقول للأستاذ علي سعد مبروك على استوديو جديد ودي أول حلقة فطفضة سجل تاريخي يعني يعني أول حلقة فطفضة تسجل في الاستوديو جديد هي الحلقة بتاعت النهاردة ربنا يجمعنا وإيكم على الخير وهنذكر بعض الأسماء في عجلة اللي نحن أقصمنا لكم بالله نحن سنذكر كل أسماء الأخوات اللي جديدوا البايع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبسوا حجاب الأخت السيدة حسن من الشرقية والأخت ابتسام الأخت هودة عبد الحليم من ميني القمح أم رؤى هايدر كيلاني أسماء صلاح أم ألا وخليل ومحمد رضوة الأخت وعد من يبرود حاجة زي كده البلد اسمها كده مش عارف يعني شايماء من السودان شايماء أم مازن وأسماء من سهاج وناريمان وإيمان حسن وأم محمد من بنها وكوفر وكريمة محمود وشايماء فاروق وابتسام من السعودية وأم جمانة وفاطمة كمال وأم شايماء جمال وأم يوسف من ستة اكتوبر ونورة من إنى وأم خلود وسناء وبنتها شروع وأم نادة وصحر أحمد ونجلاء وأم علي وأم يوسف ودكتور عبير وكفايا كده يعني ربني رب يسبتهم ونبارد فيهم رب العالمين ومعايا يعني رسائل فعلا بالألاف موجودة عندي في البيت إن شاء الله يعني نحاول كده تباعا كده نذكر كل مرة ولو عشر أسماء أو عشر اسم حتى لا نطيل على حضراتكم في عجالة سريعة اللي ما حضرش وما شافش ولا حلقة من حلقات المسيح الدجال في عجالة سريعة في ديئتين ثلاثة الخاصلك الموضوع كده ببساطة شديدة المسيح الدجال ده أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها واللي قال كده ده حبيبنا يا أخي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإحنا قلنا وكلمنا في الحلقات الماضية عرفنا مين هو المسيح الدجال وعرفنا وصفه وعرفنا من أين يخرج وقلنا قلنا طبعا يخرج من مكان من قبل المشرق وقلنا المسيح الدجال ده دجال من الدجاجلة وإنه أعسام أخبر أنه أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض أو وجدت أو ستوجد يعني هو أكبر فتنة موجودة في الدنيا دي كلها واتكلمنا عن صور من فتنة الدجال قلنا أنه هيكون معاه جنة ونار فجنته نار وناره جنة فاللي يخش جنته يبقى دخل النار واللي يخش ناره يبقى دخل الجنة وقلنا سرعة انتقاله بين البلدان أنه بينتقل بين البلدان بسرعة أسرع من الريح ممكن تريد فجأة في الصين في لحظة ليه في مصر في لحظة ليه في فرنسا وهكذا يعني في عجالة سريعة جدا الحاجة التالتة استجابة السماء والأرض بأمري فيأمر السماء فتمطر بإذن الله طبعا سبحانه وتعالى ويأمر الأرض فتخرج النبات والخضرة والفكة وتخرج الكنوز بتاعتها وتخرج كل خير موجود في الأرض رابع حاجة أنه بيستحين بالشياطين فيجيب واحد أعراب يقول له إيه رأيك لو أحييت لك أمك وأباك أتؤمن أني ربك فيقوله بلى فيتمثل شيطانا في صورة والد ووالدة هذا الأعرابي فيقولني يا بني اتبعه فينه ربك الحاجة الأخيرة أنه يقتل شاب يضربه يعني يشؤ نصين بالمنشار ثم يمر بينه يعني يسقط الشقاء ويمر بينهم ثم يقول لهذا الشاب قم فيقوم فيقول ها تعالى مؤلمي ربك فيقول لا والله بل أنت الدجال والله ما زددت فيك إلا ما زددت فيك إلا بصيرا طيب وقلنا أن كل نبي بسبب أن فتنته فعلا فتنة كبيرة جدا قلنا أنه ما فيش نبي إلا وحذر أمتهم من فتنة المسيح الدجال خذ بالك بقى ثم تكلمنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية عفوا عن قصة ابن صياد وابن صياد ده زي ما قلنا هو دجال من الدجاجلة وكان النبي صعصان كان بيشك أنه المسيح الدجال والصحابة بعض الصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب وبعض الصحابة كانوا بيشكوا فعلا أنه هو المسيح الدجال إلى أن يعني يعني طيقنوا إلى حد كبير أنه فعلا مش الدجال لكن هو يعني مش المسيح الدجال لكنه دجال من الدجاجلة ثم تكلمنا عن متى يظهر المسيح الدجال ده في الحلقة الماضية بقى في عجالة سريعة قلنا يا جماعة أن المسيح الدجال هيظهر مباشرة بعد فتح المسلمين للقسطنطينية بعد ما يفتحه حال الناس قبل ظهور الدجال هيبقى فيه ثلاث سنوات شيدات جدا ربنا سبحانه وتعالى أنا بختصر الموضوع ربنا سبحانه وتعالى هي أمر السماء في السنة الأولى أن تحبس تلت المطر ويأمر الأرض إنها تحبس تلت النبات في السنة التانية يأمر السماء تحبس تلتين المطر ويأمر الأرض تحبس تلتين النبات وفي السنة التالتة يأمر السماء تحبس كل المطر ويأمر الأرض الله سبحانه وتعالى العجيب في الموضوع ان اكل الناس وشربهم وغذائهم وحياتهم كلها في الوقت دا الذكر التحميد والتهليل والتكبير فمجرد من الواحد فيهم يجوع او يعتش فيقول الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر فالنبع السلام بيقول فيجري ذلك عليهم مجرى الطعام والشراب الله اكبر شوف تخيل بقى حضرتك يما تيجي في الزمن دا قبل المسيح الدجال بثلاث سنين ويبقى اكلك وشربك ان انت تحمد ربنا وتكبر وتهلل تقول لا اله الا الله 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 اكبر الحمد لله لما تقولهم بفضل الله سبحانه وتعالى كأنك اكلت وشربت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تكلمنا عن من اين يخرج الدجال وقلنا ان الدجال هيخرج من منطقة معينة اسمها قراسان من مكان فيها اسمه يهودية اصبهان وقلنا ان اتباع الدجال اكثرهم من اليهود ومن العجم ومن الترك واخلاط بقى من الاعراب ومن النساء وقلنا كم يمكث الدجال في الارض قلنا هيقعد كم سنة يا جماعة في الارض قلنا ان الدجال سيمكث في الارض اربعين يوم اول يوم اول يوم مركزوا معايا هيكون سنة اول يوم هيكون بسنة والتاني يوم هيكون بشهر والتالت يوم هيكون باسبوع والسبعة وتلاتين يوم البقين هيبقوا سبعة وتلاتين يوم يعني تحديدا ثم تعالوا وأنكمل قصة المسيح الدجال بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف الدجال هينزل وزي ما قلنا أو هيظهر وزي ما قلنا يا جماعة هيقعد في الدنيا أو يقعد على الأرض بعد خروجه يعني أربعين يوم قلنا يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وسائره أيامه كسائر أيامكم هذه لكن الدجال مع سرعة انتقاله يا جماعة هيروح كل بلاد العالم ويروح كل حتة في العالم لكن في أماكن معينة ما يقدرش يخشها الدجال لأن ربنا حرم عليه دخول الأماكن المقدسة ديت لأنها لها قدر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى فلا يمكن الدجال يخش الأماكن الطيبة المباركة هذه مثل مكة والمدينة فالمولى عز وجل حرم يعني حرم دخول الدجال لمكة والمدينة إيه اللي يحصل؟ كيف يعني ينجو أهل المدينة وأهل مكة من دخول الدجال؟ المولى عز وجل هيسخر ملائكة مخصوصين يعني خصوصا لمكة والمدينة لا يمكن ممنوع يخش الدجال أي بلد من البلدين لا مكة ولا المدينة الملائكة محوطة مكة ومحوطة المدينة وفي إيد كل ملك سيف يعني محم وضخم جدا جدا فلو قرب الدجال على طول بيروحه ضربين بالسيف فيبتعد فلا يستطيع الدجال أن يدخل هذه الأماكن المباركة إيه الدليل؟ وإحنا قلنا جماعة لو ذكرت أي كلمة بلا دليل فاضرب بكلام أرض الحائط لازم أي كلمة أذكرها لك لابد من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف كم حديث كده بيوضحون لجماعة إن الدجال لا يمكن ومستحيل إن يخش مكة أو المدينة ولذلك بديوضح لنا يا حبيبي إزاي اللي نبع السلام شوف من حبه لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دللتكم عليه ده كلامه صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دللتكم عليه وما من شر إلا وقد حذرتكم منه فمن ضمن الدلال على الخير حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت بها ده كمان حاجة تانية كمان إن الإنسان لما يعيش في المدينة ويموت في المدينة ينجو من فتنة الدجال ويعصم من فتنة الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يفوز بشفاعة سيد رجال صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيكون حوله دفناء البقيع يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم دفناء البقيع يكونون حول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الحديث الأولاني رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يا سلام يعني لا الطاعون يدخل المدينة المنورة ولا الدجال يدخل المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى حديث الثاني برضو رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال إيه اللي يحصل يا رسول الله بيقول إيه لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يبقى أربعتاشر ملك عدوا معايا أربعتاشر ملك هيكونوا محوطين المدينة المنورة قول لي أربعتاشر بس هو أربعتاشر هيكفه أخي وحبيبي ده سيدنا جبريل عليه السلام رآه الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم رآه سادا ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض له ستمائة جناح سيدنا جبريل عليه السلام ما بين الأرض والسماء والمشرق والمغرب يعني سادا دي الكون ده كله ده سيدنا جبريل ده ملك واحد فالملايكة التانيين لما يكونوا سبعة محوطين المدينة المنورة يعني يا دوفي يا كده المسألة متزبطة يعني الحديث التالت رأت ترمذي بسنة دين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق ناحية المشرق حديث كلها بتوضح بعضها وهمته المدينة نفسه أمنية عمره يخش المدينة لكن دعينه يعني مش هيعتبها إن شاء الله يعني حتى إذا جاء دبر أحد يعني لما يجي من وراء جبل أحد خبالك طلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هو رايح المدينة كده وخبالك تروح ضربه بالسيوف ما خليه وشه ايه ناحية تانية ناحية الشام هنالك يهلك هنالك يهلك ده بقية الحديث النبي عسلم يقول إيه الملائكة هتوجه المسيح الدجال بضربة كده إنه هو يروح فين ناحية الشام ليه لإنه هناك في الشام سيدنا عيسى عليه السلام سينزل وسيقتل المسيح الدجال طيب في الحديث اللي رواه المسيح بقى في حديث فاطمة بن تقيس فاكرين الحديث ده الحديث اللي كان فيه قصة الجساسة فاكرين لما تميم الداري دخل على النبي عسلم وكان تميم الداري نصراني وأسلم ودخل وحكاله بقى قصة الملك المركب لما تلعبت بها الأمواج لحد مصله الجزيرة ولما مصله الجزيرة لقوا دابة كده شعرها كثيف جدا 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 بيقول لا يدرى يعني وشها من ظهرها ما حدش عارفش هي رايحة ولا جاي يعني خبالك فالمهم فالدابة بيقول لها من أنت قالت أنا الجساسة يعني وخبالك ثم يعني قالت لهم إن الرجل الذي بالدير ينتظركم يعني في أشد الشوق يليكم اللي هو المسيح الدجال ودخلوا وشافوا الدجال راجل ضخم جدا جدا ومتوفق بالحديث وبالأغلال وخبال حضرتك وقعب بقى الحديث الطويل اللي دار ما بينهم كان من ضمن الكلام ده إن الدجال لما بيقول لتميم الداري وبيقول لبعض الناس اللي معاه قال لهم فأخرج هو اللي بيقول لهم بقى فأخرج فأسيروا في الأرض فلا أدعوا قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة بيقول لهم ما فيش مدينة في الدنيا دي كلها ولا قرية إلا لازم هخشها في الكلام ده كله هاي لهم في أدقى فاربعين ليلة وإحنا قلنا الاربعين لهم إيه يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وبقى إلى أيام أيام زي أيامنا اللي احنا عارفينها طيب قال غير مكة وطيبة طيبة لها المدينة بيقول هلف كل بلاد العالم إلا بلدين مكة والمدينة فهما محرمتان الكلام للدجال هو اللي بيقول فهما محرمتان علي كلتا هما اللي اتنين متحرمين علي كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها السيف بحم كده وبيلمع أول مكة خش يروح ضربني بالسيف وإن على كل نقب منها ملائكة يحرصونها يعني على كل فتحة كده أو مدخل من مداخل مكة أو المدينة في ملائكة بيحرصوا مكة أو المدينة من دخول الدجال وثبت أيضا ودي المسابقة بتاعتنا كان بتاعة الأسبوع الماضي ثبت أيضا أن في أربع مساجد محرمة على الدجال إن هو يدخلهم مسجدين في مكة والمدينة والمسجدين التانيين خارج مكة والمدينة اللي أربع مساجد يدع مننا عليها مسابقة وقلنا إيه هي الأربع مساجد اللي حرم على الدجال دخول تلك المساجد الأربعة فالإجابة الصحيحة أن المساجد الأربعة هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الطور والمسجد الأقصى دي كانت الإجابة الصحيحة والدليل علي في حديث صحيح في حديث رواء أحمد بإسنادين حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ فيها كل منهل كل حتى عايز رحى يروحى ولا يقرب أربعة مساجد مش ولا يدخل ولا يقرب ما يقربش أصلا ولا يقرب اربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الاقصى ولذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا هنعلن عن اسماء او عن اسم فائزين في هذه المسابقة اول اتنين وعشان بس محدش يزون احنا بننقي حطينا يعني مش كل الاجابات حطينا اغلب الاجابات في الحلة اللي جنب دي ربنا ارفيكو هنختار منها ان شاء الله اسمين كده ونقول نعلن الفائزين الفائز هياخد مجموعة من كتبي كاملا ان شاء الله مش كاملة يعني كتب اصلاها اكتر من 142 كتاب لكن اقصد المجموعة من الست كتب اللي بتعلن ومعها اخر كتابين صدروا لهم كتاب قصص الرسول للاطفال صلى الله عليه وسلم وقصص الرسول على فكرة غير قصص النبي يعني غير قصص القرآن لان في قصص القرآن للاطفال ده بيحكي الكصص اللي وردت في القرآن كلها اما قصص الرسول فبيحكي كل القصص الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم بنحكيه وبنقول بعضيه العذرة والعبرة من كل قصة فياخد فوق المجموعة عشان ما تنسوش كتاب قصص الرسول للأطفال وكتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنذكر فيه الأسباب أو الطرق الذهبية لحفظ القرآن وبنذكر فيها أداب حملة القرآن ثم نذكر بعد ذلك تفسير كامل لجزء عامة للأطفال هنختار اسم الفائزين بسرعة كده على الهواء مباشرة وبنحاول نقلب الورقة عشان ما حدش يقول إن إحنا بنختار من تحت خالص يعني ليش بقى الورقة هيقع سبحون يعني فبنحاول أهو يعني هناخد فاصل بعد ذلك هناخد أول اسمين مظبوط الإجابة الصحيحة مسابقة شيخ محمود المصري المسجد الحرام ومسجد المدينة المسجد النابوي طبعا يعني المسجد الأقصى ومسجد تور الأخ أسامة محمد أحمد أمين حلو إن حلو الحمد لله تلع رجل عشان كل مرة بيطلع إخوات تلوفيلي برفيوم فالإيه الرجالة زعلانين يعني أسامة محمد أحمد أمين أخوي أسامة إن شاء الله تتجه بكرة إن شاء الله لمكتبة الصفة خلف المسجد الأظهر إن شاء الله وتروح هناك إن شاء الله تاخد المجموعة كاملة وفوقها إيه وعيد حاكوا عليك وفيها إن شاء الله كتاب قصص الرسول للأطفال والتفسير جزء عامة للأطفال ناخد الاسم التاني المساجد هي المسجد الحرام ومسجد النبوي المسجد الأقصى ومسجد تور تمام إجابة صحيحة الأخت رضوة محمد عبد الحميد الاسم مرة تانية الأخت رضوة محمد عبد الحميد الأخت رضوة تتجه بكرة برضو لمكتبة الصفة في خلف المسجد الجامعة الأظهر وإن شاء الله تاخد المجموعة كاملة إن شاء الله ومعها كتاب قصص الرسول للأطفال وتفسير جزء عامة الأطفال ومنها تمنى لكم إن شاء الله الفوز في كل المسابقات إن شاء الله ربنا بار فيكو رب العالمين تعالوا نكمل موضوعنا بعد ما تصلنا لحبيبك وأنا عارف المشكلة اللي عاستي قولها طب مكة والمدينة الدجال مش هيقدر يخش إلى مكة ولا المدينة صح كده آه صح ورد في الحديث اللي احنا لسه ذكرين إلى الحديث دلوقتي حانا طيب ما هي مكة والمدينة ما فيهش ولا واحد منافق يعني خبالك بالكلام يعني ما فيش ولا واحد منافق أو واحد مش كويس موجود في مكة أو في المدينة يعني عشان نقول طب طب أكيد في ناس برضو مش كويسين آه طبعا أي مكان في الدنيا فيه الحلو وفيه الوحش فيه المؤمن وفيه المنافق صح كده؟ طيب أمالي الناس دي هيعمل معهم إيه الدجال ما هو كالناس دي لازم يكونوا من أتباع الدجال أكيد المنافق والكافر والفاسق والفاجر وكل الناس دي أكيد في الغالب بيكونوا من أتباع الدجال طب الدجال يوصل لهم إزاي؟ هل الدجال في الوقت ده هيكون معاه موبايل فاتصر يعمل شوية اتصالات وقول لهم يعني حبايب الحلوين أنا وقف مستنيكوا في المكان الفلان لا طبعا لكن ربنا هيسبب سبب عجيب جدا واليوم ده اسمه هيبقى اسمه يوم الخلاص يا سلام شوف إيه حفظ بقى الاسم ده هيبقى اسمه إيه؟ يوم الخلاص أحنا أول حد يقول احنا طولنا في موضوع الدجال الموضوع خطير يا جماعة ده النبي بيقول ده أخطر وأكبر فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالموضوع خطير حشان كده أنا بقى عمال أفصل فيه مش بطول متعمد أبدا والله أنا بحاول بقى إمكان أن نفصل الموضوع عشان المسلمين يبقى الصورة واضحة جدا بالنسبة لهم ما فيش أي لبس في أي موضوع ويبقوا عارفين إزاي يستعدوا لهذه الفتنة وإزاي يعتصموا بالله وإزاي يعتصموا بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى يبقى أكيد في موجود في الوقت ده بتاع الدجال ده بتاع ظهور الدجال أكيد في ناس وحشة أكيد طبعا الناس كتيرة جدا جدا كويسة موجودة في مكة وفي المدينة لكن أكيد في وسطهم بعض المنافقين أكيد ده في أي مجتمع وفي أي مكان طيب دولة يخرجوا إزاي لما الدجال ما يقدرش يخش المدينة وهم ممكن ما يعرفوش إن الدجال برى المدينة ما أخذ بالك من حاجة ما هو برى المدينة وهم جوا المدينة هم يعرفوا منين إن هو برى مش يعرفوا طيب ولو حتى يعني الدجال حاول يوصل لهم مش عارف يخش لهم طب إيه اللي يحصل ربنا يسبب حاجة معينة تحصل في مكة والمدينة فقط في الوقت ده علشان المنافقين دول كلهم يخرجوا للدجال ويتقابلوا معا ويتبعوا ويمشوا وراء إيه الحاجة ديت تخيل حضرتك إيه اللي ممكن يحصل هل ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يطلع بعض الناس على قلوب الناس المنافقين دولة فيروحوا قبضين عليهم ويروحوا تردينهم برى المدينة ممكن ممكن لكن مش يحصل هل ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملك فيكتب على جبين كل منافق موجود في مكة أو في المدينة إن ده منافق في الناس تعرفهم فيروحوا تردينهم من مكة ومن مدينة ممكن يحصل بس برضو مش يحصل وما قال إيه اللي يحصل اللي يحصل بكل بساطة بس بعد ما تصدع لحبيبك صلى الله عليه وسلم إن ربنا سبحانه وتعالى هيأمر الأرض أرض المدينة وأرض مكة إن هي ترجف حاجة زي الزلزال كده تلت هزات تلت زلزلات تلت ايه رجفات كده يعني يا خبال حضرتك تلت هزات أرضية تحصل في مكة وفي المدينة العجيب في الموضوع إن لما تحصل التلت هزات ديت التلت هزات بأمر من الله سبحانه وتعالى لا تصل إلى أي واحد مؤمن موجود لا في مكة ولا في المدينة ركز معي أم الفاضلة مش هتوصل أي هزة من هزات ديت لا أي حد مؤمن لا في مكة ولا في المدينة الأرض نفسها عما لا تتزلزل من تحت أقدام المنافقين وبس فالمنافق الأرض بتتهزل من تحته فبيجري فتروح الأرض عما لا مهزوزة من تحته فيجري تفضل الأرض تتتبع كل خطى المنافقين وتطردهم لحد ما توصلهم لباب المدينة فيخرج ويمشوا مع الدجال فترجع لهزات تسكت خالص وما بقاش فيه ولا هزة لا في مكة ولا في المدينة وبالوقتي دوت يبقى كل اللي موجودين في مكة والمدينة مؤمنين خالصين مخلصين مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى واللي خرجوا دولة هم المنافقين اللي هيمشوا وهيتبعوا الدجال ايه الدليل على الكلام انت بتقولوا ده معنش عشان برضو ايه المسائل تبقى واضحة مش عايزين اي كلام كده يعني تنام تسرح بموضوعهم اي القصة كده لا ده كل ده بقى حديث النبي وتصال عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رؤى البخاري ومسمي يعني في اعلى درجات الصحة تمام كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة خد بالك وليس نقبل من انقابها الا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزلوا بالسبخة فترجف المدينة خب بالك بقى فترجف المدينة يبقى الرجفة دي كلها فين في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فترجف المدينة باهلها ثلاثة رجفات يبقى الزلزلة دي موجودة فين في مدينة الحبيب المصطفى عشان كده النبي بيقول من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليموت بها تقدر تعيش في المدينة عيش في المدينة وموت في المدينة وربنا يا رب يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعصمك من فتنة الدجال ببقاءك في المدينة بفضل الله مكة والمدينة مكة والمدينة لكن خصوصا المدينة طبعا دي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم والقلوب تهوا اليها فانت لو أعدت في مكة تعصم من الدجال ولو أعدت في المدينة تاخد حكتين بقى تعصم من الدجال وتحشر مع سيد الرجال يوم القيامة صلى الله عليه وسلم لان النبي قال اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة انا وحاولي دفناء البقيع خبارك يبقى اذا اين فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات يخرج اليه منها كل كافر ومنافق اللهم حديث تاني رواية تانية بقى عند ابن ماجة بسند صحيح فيها توضيح أكتر شوية ان النبي بيقول ايه فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات خد بالك فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه يعني إلى الدجال فتنفي الخبيث عنها يا سلام يعني المدينة تنفي خبثها كل إنسان مش كويس ربنا بيسبب له سبب عشان يخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاقي مثلا واحد عايش مثلا في المدينة بقى له خمستاشر سنة لو هو إنسان كويس هيعيش ويكمل بقيت حياته ومش معل كده إن كل واحد خرج من المدينة وحش يا جماعة لحسن حد إيه فهم غلط يقولي ياه طب ده أنا كنت شغال في المدينة بقى وخرجت من المدينة بقى أنا إنسان مش كويس لأ وإلا لو تكد سركونه كله في المدينة دي أعمل مشكلة لكن المقصود إيه؟ المقصود إنه فعلا قرب قيام الساعة لو إنه كان عايش في زمن الدجال في زمن الدجال وخرج من المدينة بسبب تلك الرجفات فالمدينة تنفي تنفي خبثها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنفي الخبيثة منها كما ينفي الكيرو خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص إذا اليوم ده اسمه إيه؟ يوم الخلاص عشان لما أجسألك أقولك إيه هو يوم الخلاص؟ قول لي يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه تلت رجفات في المدينة ركزوا معادي معلومات ممكن تكون جديدة لكتير من المسلمين هيبقى يوم الخلاص هو اللي يحصل فيه تلات رجفات في المدينة المنورة تتتبع الرجفات والزلازل دي تتتبع أقدام المنافقين تفضل تطردهم من المدينة حتى ما يخرجوا يقابلوا حبيبهم بالحضن يوموا خارجين مع الدجال وعايشين مع بعض بقى كده إيه ومقارضين لاتهم ربنا يعني سهل لهم الحلم قيل فأين العرب يومئذ يا رسول الله قالهم يومئذ قليل يا سلام طيب الدجال بعد ما يقس أنه يخش مكة والمدينة خدوا بالك ومش يحاول محاولة واحدة بس ولا اتنين ولا تلاتة لا ده يعني نفسه طويل قوي قوي فوق ما تتصور ده يحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف أنه يخش مكة أو يخش المدينة ومعندوش يأس لكن في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى بيصلت عليه بفضل الله سبحانه وتعالى الملايكة تضربه بالصيف وتوجه وشه ناحية ايه ناحية الشام هو فيهم خلص بقى ايه المطلوب منك يا دجال المطلوب منه أنه هو يروح بلاد الشام خبر حضرتك اه لازم تروح المكان ده عشان هناك يعني بالهنة والشفة هتتقتل يعني لازم يروح هناك عشان ايه سيدنا ايسى عليه السلام هينزل عشان يقتله فهيروح تجاه الشام اول ما وصل بلاد الشام ربنا يقدر في اللحظة دي تركز معايا يبا احنا قلنا اول علامة من علامات الساعة الكبرى وركزه معايا حبيبي هي ظهور المسيح الدجال تومتاني علامة بعدها مباشرة نزول سيدنا عيسى عليه السلام اول ما يذكر ظهور الدجال لابد ان يذكر نزول عيسى لان سيدنا عيسى هو اللي هيقتله واضح كده طيب سيدنا عيسى عليه السلام نزوله هو العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى النهاردة هنتكلم عن نزول سيدنا عيسى بس باجاز شديد وهنتوسع في الموضوع شوية لما نذكر ظهور يأجوج ومأجوج لان سيدنا عيسى عليه السلام هيحضر علامتين من علامات الساعة الكبرى وهو اصلا علامة من علامات الساعة الكبرى يبقى دي ثلاث علامات في وقت واحد اللي هو المسيح الدجال فينزل سيدنا عيسى دي علامة تانية عشان يقتله وبعد كده يظهر يأجوج ومأجوج وسيدنا عيسى ايه ويحصل موضوع كده احباركوا بعدين لحد ما يطمن خلاص ان يأجوج ومأجوج اتقتلوا كلهم تمام ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام فتعالوا بقى نشوف الموضوع نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيدنا عيسى عليه السلام نبي كريم رسول من قولي العزم الخمسة يعني مش عايز اقول لك يعني ان احنا كمسلمين بنقدروا نحبوا نحترموا ونؤمنوا برسالتي مش معنى نؤمن برسالتي ان احنا ما نؤمنش برسالتي لا نؤمن بان كل الانبياء جاءوا بالاسلام ايه رسالة سيدنا عيسى الاسلام ايه رسالة سيدنا موسى الاسلام ايه رسالة سيدنا سليمان سيدنا داود كل الانبياء جاءوا بالاسلام واضح كده فكل الانبياء جاءوا سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا يوسى بليه توفني مسلما والحقن بالصالحين في آيات كتيرة بتذكر فيها الأنبياء كلها هم كل واحد فيهم يعني سيدنا عقوب و سيدنا إبراهيم لم يقولوا لأولادهم ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يعني الآيات كثيرة جدا جدا في الموضوع فالشاهد في الموضوع إن سيدنا عيسى نبيه كريم ورسوله من قولي العزم الخمسة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم سيدنا عيسى هينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام حديث روى مسلم حديث النواس ابن سمعان تعالوا نشوف حتى كده منه جميلة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الدجال ثم ذكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام فقال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين يا سلام على الجمال ويا سلام على التقدير وعلى المكان العظيم السيدنا عيسى عليه السلام انزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين يا سلام إذا تقطأ رأسه قطر لما يتقطأ رأسه كده تنزل كده قطرات وإذا رفعه أول ما ينزل رأسه كده وبقى يجي رفع تاني تحضر منه جمان كلقلق الله ودي علامة مميزة أول سيدنا عيسى أول ربنا يا رب جعلنا كده من الناس اللي إن شاء الله يكونوا مع سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا عيسى مش هنزل كنبي هنزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة ينزل كرجل مجدد لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من المجددين الذين يبعثوا منه على رأس كل مئة كل مئة سنة فأول ما تشوفوا تعرف من ده سيدنا عيسى إزاي أول ما يتقطع رأسه كده ويجي رفعها تلاقي عرق حبات كده نزلة على جبينه زي اللقلق فتعرف من هو ده سيدنا عيسى عليه السلام قل بالك النبي بيقول لي فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات لو سيدنا عيسى واقف كده ونفسه وجده أو شمه كافر يموت ونفسه ينتهي عند طرفه عند منتهى طرفه يعني عن إيه وصل حد فيه إن جايبة خمسة كيلو النفس بتاعه يوصل المسافة دي بنص الحديث أي كافر في السكة يروح فيه دي حاجة بقى ربنا أعطاعت سيدنا عيسى عليه السلام فنبي بيليه والحديث روى مسلم فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلب الدجال يعني يشوف الدجال فين وعايز يتله فيدركه بباب لود باب لود دي مدينة فلسطين قرب المسجد الأقصى قرب بيت المخدس فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم إلى قوم قد عصمهم الله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منهم من المسيح يعني المسيح الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة مش هنتعجل بقى موضوع قتل المسيح الدجال النهاردة هي نهاية مسيح الدجال النهاردة ان شاء الله يعني هنخلص عليه يعني حتى الاخر مدردش معاك قبل الحلقة فبيقول له الله أنا خاف الناس الغلابة أول ما تقول له مسيح الدجال ما تقول له الله يرحمه كان ابن حرام يعني ايه فيعني طبعا قلت له لأ ان شاء الله مش هترحموا عليه يعني ده دجال من الدجاجيل يا ربنا عافينا طيب بعض الناس بيقولوا ايه عايزين برضو الأدلة برضو ما انت بتكلمنا بقى عن ظهور المسيح الدجال وانتزول سيدنا عيسى عليه السلام عشان يقتل المسيح الدجال طيب ايه الدليل بقى اللي يثبت لنا عشان برضو نتكلم ونتأكد بالكلام ده لان في ناس كتيرة جدا بتقول ان سيدنا عيسى اتقتل وتصلب ومش عارف ايه وبعدين انتو بتتكرموا في ايه ده هو خلاص مات يعني يا خبالك فايه الدليل بقى على نزول سيدنا عيسى عليه السلام في اخر الزمان خد عندك أدلة من الكرآن خد أدلة من سنة سيد الأنام بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم نبدأ الاول بأدلة الكرآن واحنا مش هنطول في الأدلة نزي ما قلت لك نهاذكر سيدنا عيسى النهار ده روى الإمام أحمد في مستاذه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وفي قول المولى عز جل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت سيدنا عيسى عليه السلام ويوم القيامة يكون عليهم شهيدة الآيات ديت بالدل يا جماعة على إن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه سيدنا عيسى عليه السلام لما دخل اليهود عشان يقتلوه طلب من شاب إنه يكون مكانه يلقى عليه الشبه بتاعه ويكون رفيقه في الجنة فقام شاب مرة واثنين وثلاثة سنة عيسى يكون له يعني إجلس وكده حد من فقاه خالص قال أنت وألقي الشبه على هذا الرجل ودخل اليهود فقتلوا الشبه ولم يقتلوا عيسى عليه السلام في هذا الوقت في فتحة كوة كده ما كانت موجودة في الدار خرج منها سيدنا عيسى ورفع إلى السماء في هذا الوقت بفضل الله ثم دخل اليهود فقتلوا الرجل الذي ألقي عليه الشبه فظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام ولكن عيسى عليه السلام ما زال حيا حتى هذه اللحظة وسينزلوا في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام يبقى إن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به بسيدنا عيسى عليه السلام قبل موتي قبل ما يموت خب بالك ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا زي قول المولى عز جل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ده أنت كده عملت لنا مشكلة كبيرة كده ده هم بيستدلوا بالآية ديت على إن سيدنا عيسى مات خلاص صح كده مالآية بتقول كده يا جماعة صح؟ بس ليه حل طب ما تخافش وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يبقى هم بيقولوا إن سيدنا عيسى مات لا الوفاء أخي وحبيبي لما تذكر لها معنين تذكر بمعنى الوفاء يعني الموت وتذكر بمعنى النوم النوم بيسموه الموتة الصغرى والموت بيسموه الموتة الكبرى واضح كده نعيدها تاني النوم بيسموه الموتة أو الموتة الصغرى الموتة الصغيرة والموت بقى بيسموه الموتة الكبرى فلما نكون نايمين إحنا ميتين بس الموتة صغرى إيه الدليل على كده؟ خد آية وخد حديث بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم إيه الآية؟ قال جل وعلا وهو التي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار جميل يتوفاكم بالليل يعني إيه؟ من نايمكم يبقى النوم وفاء النوم إيه؟ وفاء ولكن وفاء صغرى يبقى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار حديث البخاري كان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور يبقى احنا كنا إيه كنا ميتين فالحمد لله أن ربنا أحيانا مرة تانية بعد الموت الصغرى اللي كنا ميتنا واضح يا جماعة أدي أول معنى الحاجة التانية أن العلماء قالوا لا دا الآية فيها تقديم وتأخير ودي عرفها بقى الناس اللي دارسين بقى علوم الكرآن الآية فيها تقديم وتأخير يعني فيه لفظ متقدم على لفظ يعني إيه يعني إذ قال الله إذ قال الله يعيسى إني متوفيك ورافعك إلي يعني الأصل إذ قال الله يعيسى إني رافعك إلي ومتوفيك والعلماء بيقولوا الواه لا تقتد الترتيب يعني إيه نوضح بس عشان أمهاتنا الأفاضل اللي اللي عادينا قدامنا يفهمونا لو إحنا يا أمي عادينا دلقتي فبنقول إيه دخل محمد ومحمود من الباب عرفت حضرتك من اللي دخل أول قوليلي محمد لا محمود ولا يقولك يمكن حج برايم يعني ما عرفتش من اللي دخل لأن إيه أنا بقولك دخل محمد ومحمود أنا ما قلتش من الأول إنما لما قولك دخل محمد ثم محمود يبقى ثم تفيد التعقيب يعني محمد دخل الأول ثم بعدها محمود واضح؟ فهنا واو مش ثم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك و ورافعك أليه يبقى تمشي إذ قال الله يا عيسى إني رافعك أليه ومتوفيك دي بيسموها تقديم متخير طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده في سورة يوسف قول المولى عز جل عن سيدنا يوسف لما في موضوع فتنة المرأة العزيز قال ولقد همت به وهم بها لو لا أرأى برهان ربي يعني إيه تقديم التأخير هنا إن الآية ولقد همت به ولولا أرأى برهان ربي لا هم بها يبقى هو أصلا لم يهم بها عليه السلام لأن الأنبياء جماعة معصومين تماما من الكبائر ده باتفاق أهل العلم هم مختلفوا بس في إيه في حتة هل الأنبياء معصومين من الصغائر ولا فريقان اختلفوا بعضهم قال أيوة معصومين من الصغائر وبعضهم قال لا مش معصومين من الصغائر لكنهم إذا وقعوا في صغيرة سرعان ما يتوبون وأعمالهم تكفر بقى إلى هذه الأشياء لكن يقينا اجمع من أهل العلم مقاطبة إن كل الأنبياء معصومين من الوقوع في الكبائر والزنى من أكبر كبائر واضح يا جماعة يبقى إذن إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ألي فيها تفسيرين التفسير الأولاني اللي هو إيه اللي هو المتوفيك يعني هنيمك أخليك تنام وتترفع إليه ليه حتى لا يشعر حتى لا يشعر هو بيرفع عبر السموات دي كلها لا يشعر بأي إيه بأي شيء فيكون نايم يبقى يلقى عليه النوم ثم يرفع والمعنى التاني إن أنا رافعك ألي وفي آخر الزمان تنزل وتموت كسائر البشر عليه الصلاة والسلام دي الأدلة من الكران تعالوا نشوف الأدلة من السنة حديث الأول لأنه روى مسلم عفا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده بيقول إيه والله العظيم حبيبنا اللي مش محتاج أنه يحلف لأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بيقول والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا الله فهيعمل إيه بقى فيكسر الصليب قد بالك هيا من حاجات معينة لأسباب معينة هو لا لك دلوقتي فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيد المال حتى لا يقبله أحد قد بالك حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها يقول أبو هرير رلو الحديث وقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله حديث الثاني روا مسلم إن النبي على السماء لا أوليس عايزة أضحك الحكمة في الحتة الأوليجية هو سيدنا عيسى لما ينزل هيكسر الصليب ليه؟ لأن يهود زعموا إن هما خدوه أتلوه وصلبوه فالصليب اللي الناس بتظن إن سيدنا عيسى صلب عليه سيدنا عيسى عشان يكذب هذا الخبر فأول حاجة يعمله يكسر الصليب ويقتل الخنزير لأن الخنزير محرم محرم أكله في كل الأديان فلما يأكله بعض من يظن اللهم من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام يبا هذا قطح في هذه الشريعة وسيدنا عيسى جاء بالإسلام والإسلام يحرم أكل الخنزير فيقتل الخنزير عشان يوضح إن أكل لحم الخنزير حرام يبا يكسر الصليب عشان يزيل اللبس والشبه إنه اتصلب أو اتقتل هو ما تصلبش ولا ما يقتل عليه السلام ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفي رواية ويرفع الجزية ما فيش جزية لا يقبل الجزية لأن أنت عارفين يا جماعة أن المراحل التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإسلام أو عرض الإسلام أو قبل الحرب أو أغير ذلك أن أنت لما تخش على الأمة كافرة أول حاجة بتأرد عليهم الإسلام فإن رفضوا الإسلام فالجزية فإن رفضوا الجزية فالحرب ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم بس في الوقت دوت مش ينفع أن سيد نعيسى ياخد جزية لأن خلاص القيامة قربت تقوم فما فيش وقت تاخد جزية فيا إما الإسلام يا إما القتل فيعرض سيد نعيسى على كل أهل الكتاب اللي هيكونوا موجودين في الوقت دوت هيعرضها اليوم يا إسلام يا قتل فاللي هيسلم فبيها ونعمة عين واللي مش هيسلم هيقتل عشان كده ربنا ليه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنان به قبل موته اللي هيش فيه زمن سيد نعيسى لابد أن يؤمن به واللي مش يؤمن هيقتل مش هينفع يدفع جزية واضح طيب آخر حديث قبل الفاصل روا مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم اللي هو المهدي صلي لنا أنت صلي بينا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمت الله لهذه الأمة طب يا ترى إيه الحكمة بقى فينزل سيدنا عيسى بالذات عشان يقتل الدجال ما كان ينزل سيدنا سليمان أو سيدنا داود أو سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم إيه الحكمة في خمس حاجات هي السبب فينزل سيدنا عيسى عليه السلام بالذات على وجه التحديد ولكن نعرفها بعد فاصل قصير صلى على حبيبك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعض الفاصل أخويا وحبيبي أخت الفاضلة تعالوا نشوف خمس حاجات هي الحكمة من نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لأنه برضو ممكن واحد يسأل يقول الله هو المسيح الدجال لما هيقتل طب ليه ما ينزلش مثلا سيدنا سليمان أو سيدنا داود أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى سيدنا موسى واشألك أنقوي جدا جدا يعني انتعارفين قصة رفع الحجر الذي لا يحمله إلا عشر من الرجال لما نزل الأرض مديا شمعنا سيدنا عيسى عليه السلام أكيد في حكمة معينة طبعا في حكمة عظيمة جدا سبحان الله يعني لا يعلم حكمته إلا هو سبحانه وتعالى إلا ما أطلعه لبعض البشر فبعض العلماء تلمسوا تلمسوا الحكمة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء قالوا إيه؟ قالوا خمس حاجات قالوا أول حاجة جماعة قالوا سيدنا عيسى هينزل علشان يكون نزول وخدوا بالك وركزوا وعاية في الحتة دي موضوع مهم جدا وجميل وأنا وأنا أبحضر في الموضوع رحلة أبدأ الأخيرة أقول عايزين نتعايش مع كل تفاصيلها الموضوع مش موضوع معلش أن أنا بقول يعني أقول لك قصة الدجال في حلقة أو وعايزين نخلص عشان نلم الموضوع في عشرين تلاتين حلقة وبعد كده يعني نقول خلاص الموضوع محتاجي إن إحنا نعيش معاه ونقض نتذكر إن في علامات ساعة صغر علامات ساعة كبرى وفي أخر وفي إيام وفي بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار علشان نحيي في قلوبنا إن في رحلة للضر الأخيرة إن إنت تحس فعلا إن إنت يعني مسافر مسافر إنت في سفر أخبر بالك أجمل ما في الدنيا حبابي إن الدنيا مش وقفة إن الدنيا مش جمال الدنيا إنها مشة ينفع الإنسان السعيد وينفع الإنسان المبتلى مرة سألت واحد مريض مرض شديد جدا جدا بيعذب عذاب والله يا جماعة يعني فعلا حاجة صعبة جدا فلقيته ما شاء الله في قمة الرضا راضي جدا جدا ومبسوط وفرحان فأقوله سؤال صغير معلش وأرجو ما تفهمنيش غلط هو إيه سر الرضا اللي إنت فيه ده قال لي سر الرضا اللي إنا فيه ده إن الدنيا مشة مش وقفة لو وقفت أنا ممكن أموت من الكمد ومن الحزن إنما طول ما همشي يعني خلاص أنا كل يوم بقرب من لقاء ربنا فلما قرب من لقاء ربنا وألقى ربنا هو راضي عني وأنا راضي عن قضاءه سبحانه وتعالى يعني الحفظة لا بقى فست أما لو كانت وقفة دي تبقى مشكلة وكذلك الإنسان السعيد المبسوط اللي باني أسور وعايش وفرحان ومبسوط الدنيا لما تمشي برضو حلوة بالنسبة لها لو عارف ليه لو كان إنسان شاكر وبيحمد ربنا وبيخرج حق ربنا وبيكرم اليتامة والأرامل وبيعمل خير كبير أو بيعبد ربنا فكلما الدنيا تعدي فقدامه جنة والجنة لو أن يعني يقول إيه النبي عسلم بيقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه الحديث روالي بخاري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الدنيا في الآخرة يعني في الجنة ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بيه ما يرجع ياللي بنيت عشر أصور ومعاك أجمل نساء العالم في الحلال ومعاك أولاد قد كده ومعاك أموال ومعاك ومعاك كل اللي انت فيه ده كله بالدنيا دي كلها بكل ما يملكه البشر لا تقدر بالنسبة للآخرة إلا كمثل ما يضع أحدكم واصبعه في اليم في البحر فلينظر بيه ما يرجع الجنة فيها ما لعن رأت ولا أذن سمعت لا خطر على قلب وشر يا رب رزقنا وإياكم الفردوس الأعلى اللهم أمين يبقى نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء لسبب لأن فيه مشكلة كتحصلة الناس دولة اليهود دولة زعموا كذبا وزورا وعدوانا ومهتانا قالوا ان احنا أتن عيسى عليه السلام وصدقهم في ذلك النصارى قبالك لكن سيدنا عيسى لما ينزل نزولوا في حد ذاته رد على اليهود عارف زي ايه زي لما تقول إيه فلاني تقتل أقول لك لما تقتلش تقول لي عم تقتل أقول لك صدقني ما تقتلش فتقول لي طب إيه إيه الدليل على كده أقول لك خلص يعني انتظر يمكن ربنا يكرمنا بحاجة تكون دليل فجأة لأنه جاي قدامنا أقول لك بس أدي أكبر دليل عم إنه ما تقتلش فهي دي المسألة هم عمين بيوت قتلوا إنهما قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام وصالبوه ووافقهم على ذلك النصارى أقول لك فييجي بقى تكذيب كل الكلام ده بني سيد دي عيسى ينزل حيا يرزق ما زال حيا رفع حيا وينزل حيا رفع بجسديه وروحه وينزل بجسديه وروحه فينزل فيكون نزوله أكبر تكذيب لليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام والحية الرأي الأولاني ده هو اللي رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة الرأي الثاني لما قالوا خمس أشياء أو خمس حاجات من الحكمة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام قلنا أول حاجة الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا أول من ينزل يعرفوا اللي هو فعلا ما قتلوش الحاجة الثانية قالوا لن سيدنا عيسى عليه السلام لما قرأ الإنجيل وجد في الإنجيل فضل أمة الحبيب محمد ما تصدع عليه عشان تعرف بس فضل أمة الحبيبة الجميلة العظيمة دي ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبيا ما تصلى على أحمد صلى الله عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام قرأ في الإنجيل أن أمة نبي محمد دي أفضل أمة في الكون دا كله كلام دا منين جبتك كلام دا منين جبتك كلام دا من الكرآن والله هرارك حالا فلما وجد فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون نبيا لهذه الأمة لا ما ينفعش وهو نبي محمد وخاطم الأنبياء وهو نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم تمنى سيدنا عيسى أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة شو بقى فضل أمة نبي محمد يفكر في الإنجيل إزاي قال جل وعلا في سورة الفتح قال جل وعلا ومثلهم يعني مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يبقى إذن لما سيدنا عيسى لما قرأ الوصف لأمة النبي محمد وعلى عوجة الخصوص طبعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمنى سيدنا عيسى عليه السلام أن يكون واحدا من أبناء هذه الأمة الإمام مالك بيقول إيه بيقول بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلاد الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين اللي أم كانوا مع سيدنا عيسى عليه السلام اللي معروف يا جماعة معروف أنه فعلا أفضل أصحاب وجدوا مع نبي من الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الإمام الزهبي كان ليه حاجة غريبة جدا كان ليه ترجمة عجيبة قوي أنت عارف حضرتك أن الإمام الزهبي يعني من من أعلام المترجمين يعني ليه كتاب سير أعلام النبلاء كتاب عظيم جدا وليه كتاب تاني مش مشهور بين المسلمين يعني مشهور بين طلبة العلم اللي هو اسمه تجريد أسماء الصحابة تخيل حاجة عجيبة جدا وإن كان خلفه بعض أهل الموافقه بعض أهل الموافقه بعض أهل الموافقه بعض أهل الموافقه من سألها الحيات يعني أن سيدنا أن الإمام الزهبي رحمه الله رحمه الله ولمساعد لما جه يترجم لسيدنا عيسى عليه السلام يذكر له ترجمة كده فقال إيه قال عيسى ابن مريم عليه السلام خب بالك وركز معايد الحتة المهمة دي قال عيسى ابن مريم عليه السلام صحابي ونبي إيه ده قال لك إن هو الوحيد على وجه الكرة الأرضية من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هو الوحيد اللي جمع بين الصحبة والنبوة ما هو يبقى نبي يبقى صحابي يبقى واحد منا من المسلمين قالك لا ده الوحيد اللي كان صحابي وكان نبي طب كان نبي دي معروفة إنه ما كان صحابي إزاي قالك لأنه هو رفع حيا رفع حيا وفي ليلة الإسراء والمعراج تقابل مع النبي وصلى خلف النبي وسلم على النبي في السماء فلقيه حيا وينزل في آخر الزمان كمجدد من المجددين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويموته على الإيمان لأنه رسول واضح ومن شروط الصحبة يا جماعة إن الإنسان يقابل النبي ولو دقيقة وحدة ويؤمن برسالته ويموته على الإيمان يبقى صحابي يعني لو واحد راح يسلم على النبي قال له السلام عليك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات في اللحظة دي يكتب صحابي واضح يا جماعة لذلك في بعض الناس كانوا عايشين في عهد النبي وما قبلوش النبي زي مين زي النجاشي وزي قويس القرني وزي ناس كتيرة جدا يعني في وصلة بن أشيم وناس كتيرة جدا كانوا بيسموهم تابعي مخضرم يعني إيه تابعي مخضرم يعني كان عايش يا جماعة في زمن النبي لكن ما شافش النبي وكان مؤمن لو شاف النبي لحظة واحدة كان بقى صحابي لكنه ما راحش شاف النبي مش بمزاجه غصبا عنه يعني قويس القرنية بسبب بره لأمه كان قاعد يخدمها ربنا يرضى عنه ويكرمه كان قاعد يخدم أمه وبيساعد دواوة فلما ماتت أمه قال بس أروح أشوف النبي راح يشوفه بمجرد ما وصل المدينة قالوا له النبي مات صلى الله عليه وسلم فلو كان لحق النبي لدقيقة واحدة كان ايه كان بقى صحابي فسيد نعيسى كان حي ومازال حيا قابل النبي في رحلة الإسراء والمعراج فإمام الزهبي يقول مدام قبله ويموت على الإيمان يبقى صحابي وهو أصلا كالنبي هو ما زال طبعا فمزاي وهو أصلا النبي يبقى نبي وصحابي طبعا ده كلام الإمام الزهبي وأنا لا أعلق على ذي مسألة ده إمام عالم يعني ترجم الإمام الزهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة وقال عيسى بن مريم صحابي ونبي فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه فهو آخر الصحابة موتا قولي سيدنا عيسى عليه السلام آخر صحابي وقال حضرتك طيب يبقى دي السباب التاني أو الحكمة التانية من جلس سيدنا عيسى إن أول حكمة إنه نزل تكذيبا لهؤلاء اليهود الملعين الذين زعموا أنه قتل أو صلب الحاجة التانية إن سيدنا عيسى قرأ في الإنجيل فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتمنى أن يكون واحدة من أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم السببب التالت أو الحكمة التالتة إن نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان ليه سبب برضو يا جماعة خلاص أجل وقرب خدت بالك سيدنا عيسى لما رفع كان سنه كاما حبابي كان سنه 33 سنة ولما هينزل خد بالك هو رفع 33 سنة ويفضل السن ده كده متعلق لحد ما ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى هيقعد كم سنة في الأرض سبع سنين حد ما يكمل كم سنة يكمل 40 سنة ثم يموت يعني فاضل سبع سنين على موت سيدنا عيسى عليه السلام وبالك لما ينزل فينزل سيدنا عيسى من السماء لدنوه أجلي طب ليه طب ما يموت في السماء قالك لا ربنا مقدر إنه هو يموت في الأرض ولإن في حكمة عظيمة جدا من نزوله إنه لازم ينزل عشان يقتر الدجال وعشان يعني بفضل الله يدل المسلمين على إنهم ما يعتصموا أو يذهبوا إلى جبل الطور ليحتموا من يأجوج ومأجوج وإلى غير ذلك ثم يعني في حاجات تانية لازم هتحصل في عادة سيدنا عيسى نقولها دلوقتي ثم بعد ذلك يقدر المولى عز وجل إن سيدنا عيسى يموت فيموت عليه السلام رابع حاجة أنا قلنا فيه خمس حكم خمس حكم رابع حكمة أنه ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ينزل مكذبا للنصارى في زعمهم أنه هو الله أو أنه هو ابن الله بعض النصارى بيقولون المسيح هو الله وبعض النصارى بيقولون أنه هو ابن الله فينزل سيدنا عيسى مكذبا للنصارى في زعمهم بأنه هو الله أو هو ابن الله فيهلك الله الملل كلها في عهده أو في زمنه إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يبقى في عهد سيدنا عيسى في السبع سنين الجمال اللي هينزلهم سيدنا عيسى عليه السلام في الأرض ويعيشهم في الأرض هيعرض على الناس إما الإسلام وإما السيف يتسلم يتقتل مفيش وقت للجزية ومفيش وقت بقى لكلام ده لا خلاص يا الإسلام يا القتل هتبقى لك فيهلك الله كل الملل فلا يبقى على وجه الأرض إلا المسلم فقط إلا الإسلام فقط لن يبقى إلا هذه الديانة العظيمة خامس حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى خص سيدنا عيسى بكل هذه الأشياء اللي ذكرناها ليه إيه اللي هو ينزل ويكذب اليهود في زعمهم أنهم قتلوه وينزل علشان هو عارف فضل أمة نامي محمد فتمنى أن يكون واحدا منهم وينزل عشان أجل اقترب وينزل مكذبا لنا صلى ليه كل ده قالك لمكانته القريبة جدا جدا من النبي ولأنه ولأن رسول الله أخص الناس به وأقربهم إليه ليه قالوا لأن عيسى عليه السلام هو الذي بشر بظهور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث روال بخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي شوفوا ليه أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام ليه لأن سيدنا عيسى هو الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي من بعدي ودع الناس جميعا في زمنه إلى الإيمان بالنبي إن أدركتم النبي فلابد أن تؤمنوا به خباركوا كل نبي كل نبي كلفه الله عز وجل بأنه إذا ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصره بأن يؤمن به وأن يتبع وإن ظهر بعده فعلى هذا النبي أن يوصي أجباعه أنهم إذا رأوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به ووضح المعنى الجميل ده قال جل وعلا عن سيدنا عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى قال لي قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فسيدنا عيسى هو الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث بسند جيد قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قلنا حاجة عن نفسك كلمنا عن نفسك فقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى الله أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى بقية الحديث ورأت أمي نورا يخرج منها حين ولدتني أضاء منه قصور الشام قبلت قصور الشام نورت لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النور هو النور صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني قدي يا جماعة فعلا محتاجين نعرف قدر النبي ونتبع النبي ونعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش على هدي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلقة النهاردة كانت بعنوان نهاية الدجال تعالوا نشوف بقى نهاية الدجال كانت عاملة إزاي ونختم بقى حلقة الإلهة دي إن شاء الله ثم نذكر بقى في الحلقة القادمة نهاية بقى آخر قصة يعني سيدنا عيسى بماذا يحكم وهل سيدنا عيسى هيحج إلى بيت الله الحرام وهل وضع الجزية هيكون نسخة لحكم الجزية وانتشار الأمن والبركات في عهد سيدنا عيسى وكم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض هنذكر روايات كلها ولماذا لم يذكر اسم الدجال في القرآن وهنذكر بقى كيف ننجو من فتنة الدجال جميل أولا تعالوا جماعة بسرعة كده نشوف وإيه رأيكم نشوف كيف كان هلاك الدجال في حجالة سريعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هلاك الدجال وإن سيدنا عيسى هينزل كعلامة من علامة تسعة كبرى عند المنارة الشرقية بضمشق فيلتف حوله عباد الله المؤمنون خبالة فيسيروا بهم قاصدا المسيح الدجال الدجال عند نزود سيدنا عيسى هينكون متوجه لبيت المقتل زي ما قولتلكم وراي حايزة خش مكة والمدينة الملايكة بقى تضربه بالسيوف وتوجه وش واحد ايه نحي بلد شامفة يروح متجه لبلاد شامف في نفس الوقت اللي نازل فيه سيدنا عيسى عليه السلام فأول ما يقابله هيقابله فين في حتة اسمها باب لد لد دي زي ما قولتلكم مدينة أو قرية صغيرة في فلسطين قريبة من بيت المقدس أهل فلسطين عرفنا فإذا رأاه الدجال ركز معي فقى وركز معي دي نهاية الدجال أول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى خبالك يذوب كما يذوب الملح يذوب كده عارف حضرتك عارف الجيلاتي خبالك لما يسيح هو كده هيسيح يعني سيدنا عيسى لو سابه كده هيموت لو أحده لو سابه هيموت لو أحده لكنه ما عايز يقتله لأنه ما عايز يقتله فيقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني أنا لسه لك عندي ضربة مش هعتأك يعني كده من بلدي كده فتداركه عيسى عليه السلام يفضل سيدنا عيسى يعني ورد الدجاليات تتبعه من مكان لمكان طب هي تتبعه ازاي احنا مش قولنا قبل كده إن الدجال بيسير في الأرض بسرعة أسرع من الريح ينتقل من بلد لبلد ومن هنا لنا وبسرعة شديدة جدا آه ذكرنا الكلام ده هل ربنا سبحانه وتعالى سيعطي عيسى عليه السلام نفس السرعة دي عشان يدرك الدجال ربما لم يذكر هذا لكن ربما ده واضح إن الدجال سريع جدا جدا فشيء طبيعي مدام سيدنا عيسى هيدرك الدجال يبقى أكيد هيكون في سرعته واضح المعنى وإن كان ده لم يذكر لا في قرآن ولا في سنة بس يتدفين بالعقل واحد بيقول لك العربية دي ماشى على سرعة 150 كيلو فهي ماشى واحد شافها فجري رحمة شعبة فيها طب جري الزاوة العربية سرعته 150 كيلو هو كمان سرعته 150 كيلو واضح المعنى فإيه أو مثلا ممكن يكون سيدنا عيسى برضو كلها وردة ممكن يكون سيدنا عيسى اختبأ له في مكان والدجال سريع جدا وهو معادي رح سيدنا عيسى مش مهم الكيفية المهم من سيدنا عيسى سيدرك الدجال فيقتله وينهزم كل أتباع الدجال في ناس وورا الدجال كتير جدا يهود وعجم وأتراك ونساء وأعراب خمس أتباع للدجال ده هيتباعه بس من يهود أصبهان سبعين ألف واحد عليهم التيجان الطيرسة اللي هي التيجان يبقى إذن إيه سبعين ألف واحد بس من اليهود أول ما يشوفوا الدجال اتقتل فكلهم هيفروا مين هيجروا وراءهم بقى المؤمنون فيقترونهم طب هيجروا استخبوا خصوصا اليهود بالذات اليهود بالذات هيختبئوا وراء الشجر ووراء الحجر آه ده انت فكرتنا بقى بالحديث أيوا بفكرتكم بالحديث فكرين حديث النبيس عسلم لا تقوموا الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقترهم المسلمون فيختبئوا اليهودي وراء الشجر ووراء الحجر فيمتقوا الله الشجر والحجر فيقولوا يا مسلم يا عبد الله خلف يهودية تعالى فيقتروا هي دي الموقع بقى هو ده الوقت بتاعه واضحت كده عشان نجمع لك بين الروايات عشان تبقى مستحضر للموضوع كله من الألف ليه بعضهم بيقول امتى يحسر الكلام ده فعند سيدنا عيسى سيدنا عيسى يمقتر الدجال ولما يقتر الدجال أتباع الدجال من اليهود ومن الترك ومن العجم كله يجري اليهود بالذات شغلتهم استخبى هم طول عمرهم بالعاوزة بباية فيستخبوا فين وراء الشجر ووراء الحجر إكراما سيدنا عيسى عليه السلام وإكراما لمن معه من المؤمنين ربنا سينطق الشجر والحجر الشجر اللي انت شايفه شجر جماد نبات والحجر اللي هو جماد لا ينطق لا يتكلم هينطق وهيتكلم بقدرة من الله ألا توحده لا إله إلا الله فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله من اللي قال الكلام ده حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نشوف الكلام ده إن شاء الله لو عشنا للزمن ده فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله إلا شجر نوع واحد بس إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود حديث جابر بن عبد الله حديث رواء أحمد بسنات حسن بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ثويل ثم قال ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي ويقول أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب القبيف اللي هو المسيح الدجال هو إليه يمنعكم أن تخرجوا عشان تقتلوا المسيح الدجال فيقولون هذا رجل جني ده رجل ده بيجري بسرعة الريح وبعدين بيأمر السماء بتمطل والأرض بيتخرج الزرع والخضرة وبيأمر الأرض الخاربة فتخرج الكنوز ده رجل جني ده مش طبيع يعني فينطلقون مع سيدنا عيسى فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام فتقام الصلاة فيقال له يقول سيدنا عيسى تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم اللي هو المهدي عليه السلام فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه تخرجوا عشان يقتلوا مين المسيح الدجال فحين يرى الكذاب يذوب كما يذوب الملح في الماء زي ما قلت لحضرك أول ما نشوف سيدنا عيسى بن مريم فيذوب فيمشي إليه سيدنا عيسى فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهدي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله يبقى تقتل الدجال وتقتل أتباع الدجال ولم يبقى أحد منهم وانتهت فتنة المسيح الدجال في اللحظة دية حبيبي لما تقتل الدجال وتقتل أتباع الدجال هيعيش سيدنا عيسى ويعيش معاه سيدنا المهدي ويعيش المؤمنون أجمل سبع سنين في الكون دا كله إيه اللي يحصل منها فيها أهو سيد الشام معانا الفايز طيب مهان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم محمد أحمد أمين الفايز الأولاني ربنا أحفظك ألف مبروك يا سيد السامة الله يخلمك يا شيخنا أنا بحبك جدا في الله والله أحبك اللازي أحببتاني فيه ربنا بان فيك يا رب ألف مبروك عليك وربنا ينجينا وعيك من فتنة الدجال إن شاء الله اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب بمعنا وعيك معلم ليه رجعي يا شيخ محمود الله يكلمك السامة طبع حيك سمعت الحلقة من الأول إن شاء الله بكرة تروح مكتبة الصفة هيدوك مجموعة كتب كاملة وهيدوك معهم كتاب قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم يعني تدي بقى لإخواتك الصغرين أو لأي حد رح أول أولادك وكتاب تفسير جوزة عامة لطفاله ألف ألف مبروك يا سيدي سامة وربنا يباري فيك ونتمنى تفوز معنا كتير إن شاء الله وكل سنة الدجال ربنا يكلمك يا شيخ محمود الله يخليك يا سيدي سامة لو سمعت يا شيخ محمود ممكن بس تدعي الوالدي المتوفى الله يكلمك علوان مين تدعي الوالدي توفى حاضر أنا يا إدي لي اسمه طيب حاضر الحاج محمود أحمد حاضر حاج محمود أحمد ربنا يا ربنا يا ربنا حاضر أنا يا حاضر ربنا يا ربنا يا ربنا جزاكم الله خيرا ربنا بار فيك يا رب العالمين يبقى إذن سيدنا عيسى عليه السلام هيش هو المؤنون أجمل سبع سنين في الكون دا كله إيه اللي يحصل فيها وإيه هي يعني التفاصيل اللي هتحصل في فترة السبع سنين دي وفي الآخر كيف ننجو من فتنة الدجال ده هيكون عمان حلقتنا القادمة إن شاء الله هنشوف بها برضو فيها مفاجآت جميلة جدا زي ما قلنا لكم في الحلقة دي فيه مفاجآت جميلة جدا هتكون برضو فيه مفاجآت جميلة وخطيرة جدا فاضلين الحقيقة دي اتم بالزبط ندعو فيهم عشان الوقت معاكم بيجروا بسرعة ربنا يبار فيكم رب العالمين وحفظكم إني داعي فأمم من قلبك اللهم يا رحمان ويا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الرحمين اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حصن الخاتمة ارزقنا جميعا حصن الخاتمة نجينا من فتنة الدجال واعصمنا من فتنة الدجال ارزقنا ميتة طيبة مباركة في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب رزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا أعطك رقابنا الليلة من النار اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور أغف إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إنهم جوعة فأطعمهم حفاتوا فحملهم عراتوا فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر